الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى وضع تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر حيث أطلق الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر جاء فيها منزلنا يحترق الغابات المطرية في الأمازون الرئة التي تنتج 20% من أكسجين كوكبنا تشتعل إنها أزمة عالمية يا أعضاء قيمة مجموعة السبع للناقش هذه الحالة الطائرة الطارئة أولا خلال يومين معتبرا أن حرائق الأمازون في البرازيل تمثل أزمة دولية ودعا إلى مناقشتها بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة نهاية الأسبوع المقبل